لما بنتكلم كمان على فكرة المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا بتقام من مباراة واحدة فاصلة وبنحاول نقل التقليد أعلى ما إحنا مش فاهمين مبرراته أو فلسفته لكرة مثلاً في أوروبا خلييني أقول لحضراتكم أنه في أوروبا الموضوع بيتم بشكل مغير تماماً وأنه المباراة النهائية أو تحديد ملعب اللي هستضيف مباراة الشامبيونز ليك في أوروبا بيتم قبلها بسنتين على سبيل المثال للحصر يعني مش هقول لكم على حاجات حصلت قبل كده لكن هقول لكم كمان على اللي جاي سنة 23 المباراة النهائية للشامبيونز ليك هتتلعب في ملعب أتاتورك في إسطنبول نسخة 2024 النهائية هيقام في ملعب ويمبلي في لندن 2025 كمان ثلاث سنين من النهاردة محددين ملعب النهائية يكون أليونز أرينا في ألمانيا لكن في أفريقيا الأمر لا ينطبق علينا والظروف كمان في أوروبا مختلفة تماماً أنت بتتكلم على ملعب مجهزة على أعلى درجات التجهيز قبل أنها تستقبل أي عدد من الجماهير في أقل وقت ممكن سهولة الانتقالات بين دول القرى وبعضها البعض هل من الممكن أنك تتخيل مباراة بتتلعب في أي ملعب من ملعب الدول الأوروبية ما تكونش مليانة بجماهير الفرقتين حتى ولو ما كانوش بينتموا للبلد المضيف بالتأكيد لا سهل جداً تتحرك وسهل جداً تلاقي وسائل نقل ومواصلات وسهل جداً نظام التذاكر وبع تذاكر يكون في متناول الجميع وسهل جداً لكنك أنت تتأمن وسهل جداً أنك توفر البنية التحتية سواء فنادق أو وسائل انتقال ده خلايا عشان تصديف حدث النوع ده تعال بقى طبق الكلام ده في أفريقيا ولا قدامنا خمسين سنة قدام النهاردة لو بتلعب المباراة دي في أي دولة أفريقية غير المغرب يعني طبعاً المغرب لأنه طرف في المباراة هيكون الوداد المغربي في طبيعي جداً ولسه في كلام على حصص الفرقتين طبعاً في موضوع المباراة النهائية ده لو أقيمت في المغرب حتى اللحظة الموقف غير واضح لكن حتى ولو أقيمت في المغرب طبيعي جداً وداد يكون حاضر بجماهيره حتى وإن كان الأهلي هياخد نص حصة سعة الاستاد فبالتالي الحقيقة أمور كتير جداً غير منطقية في انتظار الحقيقة أنه الاتحاد الأفريقي يرد على ده ويأكد على وقوفه على الحياة التامة بين الناديين سواء كنا نتكلم على أهلي أو كنا نتكلم على وداد أو أين كان طرفين النهائي ممكن يكون وفاق سطيف ممكن يكون بيترو أتلاتكم